عملية عسكرية خاطفة نفذتها قوات الجيش الوطني في محافظة تعز ونتيجة تحرير مديرية دباب الساحلية بالكامل وبحسب قائد محور تعز اللواء خالد فاضل فان قوات الجيش تمكنت ايضا من تطهير منطقة كهبوب مضيفا ان المعارك تدور بين الجيش والميليشيا في محيط معسكر العمري وان هذا التقدم تم بغطاء جوي من قبل قوات التحالف العربي الامر الذي مكن الجيش من استهداف كافة آليات وتجمعات الميليشيا وعليه يبدو بان المعركة ليست ارتجالية هذه المرة وانها تسير وفق تخطيط مدروس حيث تسعى قوات الجيش الوطني للسيطرة على المناطق الهامة وصولا الى مدينة المخة التي تستخدمها الميليشيا ممرا لتهريب السلاح والدعم القادم للميليشيا مما وراء الحدود مصادر عسكرية قالت ان قوات الجيش تمكنت ايضا من السيطرة على جبل الخزان القريب من باب المندا وهو ما يعني التقدم نحو ازالة الخطر الذي تشكله الميليشيا في بقائها بالقرب من الممر المائي وتهديدها للملاحة الدولية مراقبون عسكريون يرون بان هذا التقدم الذي احرزته قوات الجيش الوطني من شأنه احداث تغيير كبير على سير المعركة وذلك لما تمثله هذه المناطق من اهمية استراتيجية كونها تشرف على مفترق طرق تربط بين مدينة تعز ومحافظة الحديدة من الشمال ومن الجنوب محافظة عدن اذا تبدو المعركة ذات اهداف امنية وعسكرية عدة فهي اذ تسعى الى قطع الشريان الذي تتغذى عليه الميليشيا والمتمثل بميناء المخى فانها ايضا تستهدف تأمين العاصمة المؤقتة من اخطار الميليشيا المتاخمة